الحقيقة النهاردة انا حريص اني اقدم الجزء التاني من الموضوع اللي بدأناه في الحلقة الماضية وهي عن وضع زاوي الاحتياجات الخاصة في الدستور وفي القانون المصري الحقيقة من التعليقات اللي جات نيلا على السوشيال ميديا وعلى الحلقة اللي فاتت ان في ناس كتير جدا بتقول انا لحد دلوقتي ما حصلتش على وظيفة ولحد دلوقتي انا ما حصلتش على ان انا اتوظف او ان انا اشتغل في مكان معين عايز اقولي جماعة حاجة مهمة جدا ان القوانين بتديك الحق في ان يكون لك وظيفة وبتديك الحق في انك انت تتعين سواء كان في وظيفة طبع القطاع العام او القطاع الخاص او القطاع الاعمال يعني موظف حكومي او غير حكومي لكن في الاول وفي الاخر احنا مقيدين بضوابط الوظائف واذا كان فيه فعلا فيه وظيف ولا مفيش واذا كنا نحن محتاجينها ولا مش محتاجينها ولو كان فيه وظيف متاحة ايه هي المواصفات المطلوبة قد يعني الموضوع انه هو يعني قد لا تكون مواصفات الوظيفة تتفق مع امكانيات او قدرات المتقدم ليها فمش هنقدر ان احنا يعني القانون ايوى بيديك الحق لكن القانون مش بيلزم الدولة انها هتعين كل الناس حتى لو هي مش محتاجاهم طبعا ده ضد سياسات الدولة دلوقتي ان يكون فيه تخمة في النظام الاداري او في النظام التأمين والتأمينات والمعاشات وما الى ذلك ولكن هناك طرق تانية اخرى كثيرة جدا انك انت تحصل بها على المعاش عن طريق كارت الخدمات المتكاملة وعن طريق وزارة التضامن الاجتماعي وحاجات تانية كثيرة جدا بتتحها الدولة لزاوي الهمم من مواطنيها استكمالا للحلقة اللي فاتت ده بس كان الرد على التعليقات والناس اللي تواصلت معانا عبر السوشال ميديا على الحلقة اللي فاتت الحلقة اللي فاتت الحقيقة تحدثنا عن وضع زاوي الاحتياجات الخاصة في القانون والدستور المصري عرفنا ان الدستور لا يفرق بين اي مواطن لا على سبيل الجنس ولا على سبيل الدين ولا اللغة ولا اللون ولا الاعاقة الجسدية او ما خلاف ذلك كله امام القانون وامام الدستور سواء ايضا الحق في ممارسة الحقوق السياسية مكفول لكل المواطنين ايضا دون تفرقة حتى ولو على سبيل زاوي الاحتياجات الخاصة ايضا لهم الحق في مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي ودخول المجالس النيابية والمحليات وما الى ذلك ايضا تعرضنا الى ان الدستور المصري اقر الحق اذا خضع احد المواطنين من زاوي الاحتياجات الخاصة الى التحقيق في اي قضية او تعرض لاي عقوبة سالبة او مقيدة للحرية انه هو يلاقي كل اسليب وكل مقاومات المعيشة التي تتناسب مع حالته الصحية والنفسية والعقلية من اجل ضمان حسن سير التحقيقات في منظومة العدالة المصرية او في مؤسسة العدالة المصرية وايضا اذا تطرقنا الى توقيع عقوبة جسدية او عقوبة على المتهم وكان من زاوي الاحتياجات الخاصة ايضا القانون بيكفل له توافر كل الفرص وسبل التعامل والراحة وما الى ذلك علشان يقدر ان هو يعني القانون يأخذ مجرى والعدالة تتحقق في مثل هذه المواقف اللي عايزين نكمله النهاردة في الحلقة بتاعت النهاردة ان القانون ايضا يعطي الفرصة ويلزم الجهات التي تتعامل مع الجمهور بشكل كبير جدا ان يكون دائما زاوي الهمم له مكان وله دور وليه الاماكن اللي بتسهل عليه التعامل والحصول على الخدمة او تأدية الخدمة فلو فرضنا ان في اي شباك من شباك التعامل مع الجمهور دايما لازم تلاقي شباك خاص بزاوي الهمم لو في اي مكان في المواصلات العامة بتلاقي دايما المكان خاص بزاوي الهمم وزارة الشباب والرياضة منزمة في النوادي وفي مراكز الشباب انها دايما توفر الرياضات المناسبة والمتناسبة مع زاوي الهمم باختلاف اوضاعهم وباختلاف حالتهم الجسدية او النفسية او العقلية او ما الى ذلك وزارة الشباب والرياضة في مراكزها في النوادي هناك مدربي متخصصين في مثل هذه الامور هناك أدوات وألعاب وأجهزة متخصصة لمثل هذه الأمور ولمساعد الزو الهمم على ممارسة أنشطة رياضية وأنشطة ثقافية أيضا وزارة الثقافة وزارة الإعلام وزارة التربية والتعليم بروتوكولات كثيرة جدا تم توقعها ما بين وزارة التضامن وبين وزارة الاتصالات من أجل توفير التطبيقات والبرامج وأجهزة الموبايل والمحمول التي تسهل التعامل والاتصال والتواصل ما بين زاوي الهمم وما بين أقرانهم في المجتمع وزارة الإسكان أيضا القانون ألزم وزارة الإسكان بأن توفر لزاوي الهمم وزاوي الاحتياجات الخاصة حاجتهم وما يتناسب معهم وما يحتاجونه من المساكن والشؤى الإسكان الخاصة بالإسكان الاجتماعي أيضا بسعر مدعوم جدا جدا وتكون يعني على أعلى مستوى وتتناسب مع أدمية وشخصية المواطن المصري في دولته فالحقيقة الدولة ما سابتش أي مكان وما سابتش أي فرصة إلا لما أوجدت لزاوي الاحتياجات الخاصة مكانهم فيه مش لأنه هم استثناء من الأصل ولكن كما أطلق عليهم السيد الرئيس الجمهورية أنهم القادرون باختلاف هو قادر على أنه يعمل كل شيء ولكن بطريقة مختلفة دور الدولة في هذه المرحلة أننا نوفر هذه الطريقة المختلفة وأننا نوجد هذه الطريقة المختلفة وأننا نوجد لها كل السبل وكل الوسائل من أجل تحقيقها علشان يقدر المواطن من زاوي الهمم أن يساهم في بناء دولته الحقيقة أنا عايز أقول حاجة مهمة جدا قبل مختم حلقة اليوم الجزء الثاني والأخير من موضوع زاوي الهمم وزاوي الاحتياجات الخاصة في نظام القانون المصري أن حرب الحضارة دايما أقوى ألف مرة وأعنف ألف مرة من حرب الآلة العسكرية والمعدة العسكرية لذلك حرب الحضارة تتطلب كل إنسان إيجابي تتطلب كل إنسان يكون كتفه في كتف أخوه وإيده في إيد أخوه علشان نقدر نبني البلد ونحقق السلم والأمان والسلام مش بس المصر ومش بس البلدنا والأرضنا لكن لكل الشعوب المحيطة حولينا ونتحمل مسئوليتنا الزمانية والمكانية في هذا الوطن علشان نحقق الأمن والأمن والسلام لنا وكل الشعوب المحيطة لأن مصر دايما وطول تاريخها بكل أولادها بدون أي تفرقة ما بين أولادها سواء كان على مستوى الدين أو على مستوى اللون أو اللغة أو أي مكان مصر دايما هي اللي وقفة حارس أمن وأمان للمنطقة كلها سواء كان الأفريقية أو العربية فإحنا محتاجين كل إنسان يكون معانا محتاجين كل إنسان يكون في الدولة إيده في إيد الدولة وكتفه في كتف الدولة واقف دايما في ظهر دولته وظهر بلده وده مش هيتحقق إلا لما يحصل كل مواطن على الفرصة الملائمة والفرصة المناسبة لكي يحقق ذاته ويكون مواطن إيجابي في الدولة نسأل الله لنا ولكم جميعا النجاح والتوفيق ترجمة نانسي قنقر